بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس أصحاب المعالي المتحدثين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المؤتمر وضيوفه الكرام لقد كان مصطلح العقد الاجتماعي وعلى امتداد التاريخ الرمز والمحرك لأحداث سياسية غيرت مجرى التاريخ وفقا للفلسفات التي انطلقت منها أدبيات الفكر الإنساني منذ ظهور المجتمعات الإنسانية وحاجتها لتنظيم علاقات الفرد بالمجتمع والمجتمع بالسلطة الحاكمة والارتقاب بمفهوم العقد الاجتماعي لتحقيق آمال البشرية بالوصول إلى المجتمع القائم على الفضيلة والعدل والذي تصان فيه الحقوق الطبيعية التي لا تقبل التجزئة وترفض الاغتصاب هذه الحقوق المتمثلة في حق الحياة والحرية والتملك هذه الحقوق أوجدت فيما بعد القانون الطبيعي الذي هو أسبق أعلى من القوانين الوضعية وأكثر خلوداً وثباتاً منها والعقد الاجتماعي يهدف إلى تجميع الكثرة المفككة ليؤلف شعباً واحداً يحل فيه القانون محل الإرادة الفردية وينزل الفرد فيه عن حقوقه للمجتمع بأكمله ويصبح الكل متساوين في ظل القانون وهو شرط ملازم لكل سلطة تشريعية وكل عقد اجتماعي حد من سلطة الشعب يقوض أساس الميثاق الاجتماعي إذ يجب أن تبقى السلطة السيادية على الدوام من حق الشعب والقوانين الوضعية يجب أن تحقق أهداف العقد الاجتماعي بتوفير الأمن والأمان للإنسان على حياته وممتلكاته وهي محكومة دوماً بعوامل الجغرافية والمناخ والقدرات البشرية والاقتصادية والمعتقدات والتربية الوطنية إذ أن الناس يولدون بلا مورثات عقلية لا يفرق بينهم إلا نوع تربيتهم لقد حبى الله الأمة العربية ميزة الموقع الاستراتيجي بين قارات الكرة الأرضية ترتبط به كل مصالح الأمم وحباه الله المناخ الذي يصلح لكل المواسم الزراعية على أرض مساحتها 14 مليون كيلومتر مربع وتستطيع أن تحقق أمنها الغذائي ويزيد لو توفرت الإرادة وتحقق التكامل للاقتصاد العربي وحتى الصحراء كانت بفضل الله نعمة ففيها منجم الذهب الأسود البترول وهو مصدر الطاقة الرئيسي لكل الأمم وحتى بعد أن ينضب ستكون هذه الصحاري مصدر الطاقة البديلة بعد أن تضاءل التفكير بالطاقة النووية بعد كارثة تشيرنوبل وفوكوشيما في اليابان أي أن أغنياء اليوم سيبقوا أغنياء الغد إن شاء الله وما نحتاجه هو التخطيط بعيد المدى والعمل من أجل ذلك وتزداد أهمية الموقع والمناخ بالكنوز الأثرية والمواقع الدينية والسياحية التي تجعل من أرض العرب قبلة كل أنواع السياحة من كل بقاع الأرض ومع ذلك لا زالت السياحة دون المستوى المأمول قياسا بحجم السياحة التي تأم فرنسا وإسبانيا على سبيل المثال إن صناعة السياحة على المستوى العربي ستوفر ملايين فرص العمل للشباب إضافة إلى زيادة الدخل القومي بمليارات الدولارات إذا ما تم الربط السياحي بين الدول العربية وتيسر تجراءات النقل والتنقل وبشكل خاص أمام الأقواج السياحية إن مزايا الموقع والمساحة والمناخ والثروات الطبيعية كان من المفترض أن تشكل عامل جذب واستقرار للعقول البشرية ولروس الأموال والاستثمارات العربية إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك مما يدفع للتساؤل عن الأسباب وسول العلاج حتى نحول عوامل الطرد إلى عوامل جذب واستقطاب إن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفخر بالدكتور أحمد زويل وغيره من العلماء العرب لأنها وفرت لهم مناخ البحث والدراسة أو لم نفخر نحن العرب بإبن سينا والفرابي والخوارزمي وغيرهم يوم ما وفرت بغداد زمن العباسيين مناخ البحث العلمي الذي كان وسيبقى وسيلة النهوض والتقدم في كافة المجالات إن عودة العقول المهاجرة وقفة دفق استثماراتنا العربية إلى خارج الوطن العربي بحاجة للمناخ الجاذب وفي مقدمة ذلك الشعور بالأمن والأمان وصيانة الحقوق والحريات وتعزيز الديموقراطية ولغة الحوار ووجود قضاء يتميز بالعدل والنزاهة وسرعة الفصل في النزاعات وسيادة القانون إن الأحداث التي شهدتها أجزاء من وطن العربي الكبير تؤكد الحاجة إلى سرعة البناء ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وبحاجة ماسة لخلق المناخ الآمن المستقر والقوانين والإجراءات الجاذبة للإستثمار وطنياً وعربياً وأجنبياً وبحاجة لعلاقات العمل المستقرة التي تؤمن بأهمية الشراكة بين قوة العمل وقوة رأس المال لقد أقرت قمة الكويت والتنمية الاجتماعية برنامج دعم التشغيل ومواجهة تحدي البطالة واعتمدت الفترة من 2010 ل2020 عكداً عربياً للتشغيل يتم خلاله تخفيض البطالة النصف لقد وصلت البطالة إلى 18 مليون عاطل عن العمل ومن أجل قرار القمة يعني خلق مليون فرصة عمل سنوياً إضافة إلى أربع ملايين فرصة عمل لتشغيل الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً أي أننا بحاجة إلى 5 ملايين فرصة عمل سنوياً وبواقع 50 مليون فرصة عمل خلال العقد العربي للتشغيل وهذا يطرح التساؤل هل هناك خطة وطنية لتوفير فرص العمل المطلوبة لتشغيل الشباب الخريجين في كل بلد وهل هناك خطة قومية على المستوى العربي لتحقيق هذا الهدف وتنفيذ قرارة القمة بهذا الشأن إن غالبية الحلول لمشكلة البطالة تركز على الصناعات الصغرى ومتنيهة الصغر وتشجيع مشاريع الشباب وتم إنشاء صناديق داعم لذلك ولكن الإقبال عليها يحتاج إلى تشجيع عوامل وجذب من خلال مضلة التأمينات الاجتماعية التي أصبحت حكراً على موظفي الحكومات والمؤسسات الكبيرة والمنتظمة لتشمل العاملين في الصناعات الصغرى ولحسابهم الخاص من دو الدخل المحدود وقد أثبتت الوقاعة أن مشكلة البطالة وتشغيل الشباب أصبحت تشكل أزمة يصعب حلها قطرياً وأن الحل القومي على المستوى العربي هو الأكثر قدرة ونجاحاً وهو ما يتطلب تعاون وتنسيق عربي لإيجاد المشاريع المشتركة ودعم توميل صناديق تشغيل الشباب والتركيز على الريف والبادية للحد من الهجرة الداخلية التي أضعفت الزراعة وفاقمت أزمات السكن والنقل في المدن العقد الاجتماعي يدعو للإخاء والعدل والمساواة وهي المبادئ التي حملتها الثورة الفرنسية لتأثرها بنظريات العقد الاجتماعي وانتشرت في العالم بأسره ونعتقد أن عقيدتنا السماوية سبق تادي النظرية بأكثر من ألف عام المسلم وأخو المسلم ومثل المسلمون في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد لقد اختار مفكر ومثقفو الغرب أعظم مئة رجل في العالم كان في طالعتهم رسولنا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما أحدثه من تغيير في المجتمع الإنساني كما كان من بينهم الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب لما اشترى به من عدل وهو القائل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ولم يمتد حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز لأكثر من خمس سنوات إلا أن اسمه ينير صفحات التاريخ لتحقيقه العدالة الاجتماعية يوم لم يجد فقيرا يصرف له من بيت أموال المسلمين والعدالة الاجتماعية سياج السلم الاجتماعي وحصنه الحصين وهي أجمل هدية يقدمها جيل الحاضر لجيل المستقبل 40% من المجموع 340 مليون إنسان عربي يعيشون تحت أحقق الفقر إن الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام الشباب وغياب الأمن الغذائي وضعف التجارة البينية إلى غيره من المشاكل إضافة إلى ضعف التعاون العربي والرغبة الجامحة باستعادة الأمة لكرامتها وكبريائها وكثيرا ما نسمع عن العمل اللائق ويقال في الغرب أن الخبز وحده ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان وقديما قال شاعر العرب عن طارة بن شداد العبسي لا تسقيني كأس الحياة بذلة بل فسقيني بالعز كأس الحنضلي لقد آن الأوان والأمة العربية تشتاق إلى العز وإلى المجد الذي سطرته عبر قرون وقرون في تاريخها المجيد وحولنا في العالم وخاصة على الجانب الشمالي من البحر الأبض المتوسط حيث الاتحاد الأوروبي الذي يضم أمم المتعددة تاريخ وحافل بالكرامية والحروب جمعتها المصالح فأنفقت المليارات لعادة تأهيل دول أوروبا الشرقية ووحدت الكثير من القوانين والمؤسسات والإجراءات وفتحت الحدود أمام تلقل الأفراد فأصبحت قوة سياسية واقتصادية واجتماعية يحسب لها كل حساب كل ذلك يدفع المواطن العربي للمطالبة بالتعاون العربي وبناء قوة اقتصادية عربية وتحقيق التكامل للاقتصاد العربي ويذي يسعده ما يراه من نماذج ناجحة في التعاون في بعض أربوع وطن العربي الكبير وكما حصل في مجلس التعاون الخليجي فإنه يتطلع إلى تعزيز الديمقراطية التي تخدم المصالح الوطنية وفي مقدمة نسيج الوحدة الوطنية ورفع صقف حرية الرأي والتعبير وتطوير القانون وإيجاد شبكات التعاون العربي في كافة المجالات لهذا فإن الحاجة تشتد لمثاق عربي يشكل عقدا اجتماعيا عربيا يواكب المتغيرات وتطورات التي تمر بها أمتنا العربية والعالم من حولها وشكرا جزيلا شكرا جزيلا للأخ الأستاذ خليل أبو خرمة على هذه الكلمة الضافية المعبرة حقيقة عما نحس به جميعا